السلام عليكم ورحمة الله كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضى يملك أربعة دراهم فتصدق بدرهم ليلاً وبدرهم نهاراً وبدرهم سراً وبدرهم علامية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك؟ فقال أريد أن أكون أهلاً لما وعدني ربي فقال صلى الله عليه وسلم لك ذلك فأنزل الله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يخرجون أموالهم في مرضات الله وطاعته ليلة ونهاراً وفي كل الأزمان مسرين ومعلنين وفي كل الأحوال فلهم أجرهم العظيم الجزيل عند ربهم وخالقهم ورازقهم لهم الرضاة والستر والبرقة ومضاعفة ما أنفقوا في سبيل الله ولا خوف عليهم يوم يخاف المقصرون ولا هم يحزنون إذا حزن المفرطون فهم في مأمن من العذاب والحزن والهم والغم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن سطر مسلما سطره الله يوم القيامة لا شك أننا جميعا نعاني من أزمة اقتصادية طاحنة وركود وتضخم وارتفاع في الأسعار وبطالة وغيرها ولا مخرج من ذلك إلا باتباع شرع الله ومنهاج الله ويكون أولا بالإنفاق في سبيل الله فالإنفاق في سبيل الله مثلث له ثلاثة رؤوس المنفق والمنفق عليه والشهود وعوام الناس المنفق عنده من الخير والمال والمنفق عليه لا شيء عنده ويحتاج إلى المال وعوام الناس من الأطباء والمهندسين والتجار والعمال وغيرهم فإن أنفق المنفق على المنفق عليه سد حاجته واستفاد الجميع بالعمل وتداول رأس المال فإن لم ينفق المنفق في سبيل الله فلن يجد المنفق عليه إلا أن يقترد أو يأخذ بالربا والزيادة وإلا كيف سيعيش ثم تتراكم عليه الديون والالتزامات وهو عاجز عن سدادها فإما أن يهرب وإما أن ينحرف وإما أن يحبس ثم تقل تدريجيا حركة البيع والشراء وتداول المال وتتوقف عجلة الإنتاج والاقتصاد وما يصاحب ذلك من ركود وارتفاع في الأسعار وتضخم وبطالة وغيرها أقد يتبدل الحال بالمنفق ويصير فقيرا بعد أن كان غنيا أها أنت الآن قد علمت وفهمت فأي الطريقين سوف تختار طريق الإنفاق في سبيل الله أم طريق البخل جزاكم الله خيرا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ترجمة نانسي قنقر